اشتركوا في القناة تأكيدا على دور الصحافة ونبل رسالتها التنموية والتثقيفية في ظل بيئة تشريعية وتنظيمية منفتحة ومتقدمة تكفل آليات التعبير الحر والمسؤول عن الرأي فإن عديد المحطات المتوهجة لازمت جسد مهنة الصحافة في البحرين لتصطع ببريقها فضلا عما طرأ عليها من تطورات وحتى ما هي المساحة التي منحت لها لتؤدي عملها داخل أركان محيط تسوده الديمقراطية برعا في توفير باقة من التشريعات القانونية النافذة لحماية حقوق الصحفيين في التعبير عن آرائهم باستقلالية تامة عبر تناولهم لمختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها بلا قيود ولكن ضمن الإطار الذي تراعى فيه حقوق الآخرين وسمعتهم منذ انطلاق المسيرة التنموية الشاملة ومع بزوغ شمس ميثاق العمل الوطني بانت ملامح المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه الذي وعى أهمية الكلمة الصادقة والمعلومات الصحيحة في تحقيق المنفعة العامة وترسيخ الأمن والسلام والتنمية المستدامة إلى جانب إيمان جلالته العميق بإسهامات السلطة الرابعة المسؤولة في نشر قيم الاعتدال والتسامح وثقافة السلام والحوار بين جميع الأديان والثقافات والحضارات قوانين أطرت عمل الصحافة في البحرين كان أولها إجراء تعديلات على بعض أحكام قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر الصادر بالمرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002 ناهيك عن تعديلات أخرى على متنوع القوانين التي أفلحت في رسم خارطة طريق واضحة للعمل الصحفي في البحرين آخرها إقرار جملة من التعديلات على قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر في الخامس من الشهر الفائت التي وافق عليها مجلس الوزراء برئاسة سمو وولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بما تضمنته من مكتسبات عديدة لتعزيز الحريات المسؤولة كعدم حبس الصحفي في قضايا النشر وتنظيم الإعلام الإلكتروني بإيجاد فصل خاص فيه وحماية حقوق الصحفيين والإعلاميين في التعبير عن آرائهم والحصول على المعلومات والأخبار ونشرها وتداولها بحرية وأمان واستقلالية دون تجاوز للضوابط المهنية والأخلاقية وفقا لمثاق الشرف الصحفي والمواثيق الدولية وتنظيم المواقع والحسابات للمؤسسات الإعلامية إضافة إلى إحلال تعريفات جديدة تتناسب مع تطور الحاصل في المجال الصحفي الأمر الذي سيقود نحو تعزيز الحريات الصحفية وتمكين الصحافة من آداء رسالتها المؤثرة بشكل يصب في صالح المجتمع وتطوره بالتلفزيون البحرين محمد رشيدات